موسيقى أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين وأنا ألتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم حديث عراقي واحدة من المؤشرات أو الظواهر المهمة التي تؤشر خلال فترة 21 سنة الماضية أن كل أطراف السلطة كل أطراف العملية السياسية نعم هم يكذبون يدعون ويوعدون ولا ينفذون هذا يعني طبعهم وهذا دهدنهم لكن حتى في قضية الكذب هم لا يستطيعون أن يؤلفوا كذبة يمكن أن يعقلها المواطن أو يصدقها وآخرها قالوا أنه ما حق قالوا استطلعت الرأي هذا الخالمي أصدر تقرير لمؤشرات الأمن والنظام لعام 2003 إلى عام الماضي وجاء بي أن العراق مناصفة مع فرنسا دعوني أكررها مرة أخرى العراق مناصفة مع فرنسا بنفس مستوى مؤشرات الأمن والنظام الله أكبر نحن بالقياس هذا الدولة في العراق اللي يسمها دولة ماكو دولة هي بهذه الفوضى السياسية والاقتصادية والأمنية وكل شيء والقانونية لما بها نظام هي بنفس مستوى نفس مؤشرات الأمن والنظام في فرنسا هذه الدولة الأوروبية التي لها وزنها والتي لها قيمتها في المنظومة الأوروبية والتي تقود أوروبا واحدة من القيادات الرئيسية لأوروبا فرنسا واحدة من القيادات الرئيسية في العالم لأنها من الخمسة الكبار اللي في مجلس الأمن فنحن بنفس المستوى يقولون ماحد قالوب يقول عندما تدور في ماحد قالوب يعني تبحث عن هذا التقرير لا تجتهم طيب من اخترعوا هذا التقرير من جابوه شلون ألفو أي ماحد هذا اللي سوالهم هذا من اللي سوالهم مياش قد دفعوا لفلوس ما تدري لكن حتى هذه الكذبة لا يمكن أن تصدق يعني حتى إذا ماحد قالوب فقد عقله فقد قدرته على التعبير فقد مصدقيته لا يمكن أن نصدر مثل هذا التقرير ويقول أن العراق بنفس مستوى الأمن والنظام مع فرنسا مناصفة بالمرتبة 84 مو هكذا يتحدثي بالمرتبة 84 دولية لا إله الله المهم فهذا يعني خلى مستشار لرئيس الوزراء باشرة يخرج ويتفاخر يقول هذا مؤشر على استقرار العراق وعلى أن هذه الحكومة اللي صار لها 24 شهر حققت منجزات عظيمة لم يحققها أحد وأعادت تنظيم القوات المسلحة حسنت إدارة الحدود الدولة والحوكمة معالجة الأزمات وخصوصا في الاقتصاد الوطني أي سماح في الاقتصاد الوطني نحن لحد الآن سعر الدولار ما قدروا يضبطون التضيخهم ما قدروا يضبطون الفقر يزيد موظفين يعينون موظفين لا يستطيعون أن يعينوا موظفين عينوا موظفين وتورطوا الاقتصاد يعتمد رائعين على النفط إذا ما نخفض ذاك ليه ما نخفض أسعار النفط إلى السبعين بدأوا يرطمون لن يستطيعوا أن يدبروا فلوس الرواتب واستخرج المظاهرات ضدهم هذا الوضع وهذا الاقتصاد اللي حسنت معالجة الأزمات وخصوصهم في الاقتصاد الوطني هي اقتصاد الوطني ونقل البلاد نحو التنمية والأعمار أي تنمية ما هو لذلك نقول حتى ليكذب ليكذب قضية يعقلها الآخر يعني ممكن أن يصدقها لكن أن تكذب على الناس وقول لهم نحن في العراق تنمية وعمار وتقدم وثورة عمرانية والشباب بسوق العمل وانتهت وقضينا واستطعنا أن يحذبنا البطالة البطالة الآن في أعلى مراحل في أعلى مستواته والبطالة مرشحة تكبر كثيرا والسنة القادمة سيدخلون أكثر من حوالي مليون واحد إلى سوق العمل ومستطيعون تعيينهم ما عدكم قدرة ما عدكم قدرة الطمرة لا عدكم قطاع خاص ولا عدكم صناعة ولا عدكم زراعة ولا عدكم كل شيء ما عدكم غير النفط وهي الوظائف وهي واقع الحال وكل العالم يقولون ما كم العراق سياسة اقتصادية وفاشل جدا كيف تتحدث بهذه الطريقة كنت مستشاغة رئيس الوزراء هل تكذب على رئيس الوزراء أم هي القضية كلكم تكذبون وإحنا حركنا المشاريع الاستثمارية وخصوصا الصناعية والزراعية والإسكان يا أخي عيب هذا الكلام عيب هذا الكلام لأن الناس مو عميان والناس تشوف على الواقع عدكم مطاعم وعدكم مولاة وعدكم شارعين ومجسرات وهذا العمار وهذا البناء الدول تنهض بصناعتها وباقتصادها مجتمعها مستقر بالتعليم العالي بالتعليم من أرقم ما يمكن بالخدمات الصحية بالمستشفيات بالرفاهية بالعناية بالمواطن بالحدود المضبوطة بالاستقلال وبالسيادة هكذا الدول تنهض أما أنت تحدث لي بالكلام وهذا الكلام الكاذب غريبة عجيبة وجايبي لي ما أحد قاله قال إنه الشكل إلا قالوا فقد عقلة وفقد سيطرتها وقدرتها ومحتاجة فلوس واخذ منكم فلوس حتى يكتبوا لكم مش تقريق لا يمكن وهتمينها بالمرأة والتوزيع في شبكات الحماية الاجتماعية وجاءت حيول لمشاكل المياه والبيئة البيئة قبل أيام وما زالت يعني ذاك الاسبوة كان الدخان ما الكبريت يملأ بغداد يعني يعني غيوم من الدخان تملأ بغداد ووزارة البيئة يطلع المتحدث بها يقول لهم دخلوا لبيوت ماكوا شي دخلوا لبيوت ومستدوا البوب لاحد يوقفوا ببرة وهذا هذا الحل والناس تتنفس كبريت حجم النفايات التي تحرق داخل بغداد عالية جدا جدا والطمر داخل بغداد وما كان طمر أساسا ونت تتحدث عن بيئة والتكنولوجيا والتعليم والكلام وين هذا تتحدث عن العراق عن النمسا عن سويسرا ونتحدث عن أي بلد وأطلقنا مشاريع كبيرة للتنمي المبادرات السيادية وكل ذلك أسهم في تطوير البلاد والاستقرار والتفاعة مؤشرات الحياة أي مؤشرات الحياة العراق من ضمن الدول الفقيرة جائعة التي يخشى من الجوع أن يمزق مجتمعها ضمن الدول الأكثر جوعا بالعالم ضمن هذا التصنيف فكيف يتحدث عن العراق بهذا الشكل أنت تتحدث عن العراق أو تتحدث عن بلد ما حد يعرفه موهوم أو تضحك على نفسك لا يمكن قبول هذا وعدنا مشاريع عملاقة في قطعة الصحة والبناء التحتية والكهرباء الكهرباء صالكم 21 سنة صرفت عليها أكثر من 100 مليار دولار والكهرباء غير موجودة وهذا الصيف كان أكبر دليل الناس قاموا تظاهر بالشوارع وتلطم من الكهرباء وميناء الفاو واستقرار أمني ونظام وقانون هذا الكلام عن بلد آخر الحقيقة هذا كلام مستل من دفاتر أو المسيط أعرف من دول التي تظهر عن نفس كتب تحدث عن الدول ربما فتحوا كتاب لأحد الدول المتقدمة وقرأ من عندها هذا الكلام لا يمكن قبول هذا الكلام هذا الكلام لدولة غير موجودة دولة متخيلة الحقيقة مشاريع تنمية ونهو نهوض هذا بلد غير مكان البطالة به أكثر من 75% من الشباب عاطلين عن العمل المخدرات أكلت الشباب العراقي الأمراض الفقر 13 مليون عراقي تحت خط الفقر أكثر من 15 مليون عاطل عن العمل وتتحدث لي بهذه الطريقة وين العمار وين البناء وين الصناعة وين الزراعة وين التنمية الكذبة المعيبة مع الأسف الشديد هذا جزء من محاولة تسويق الوهم لكن هذا تسويق الوهم تسويق لناس ما يعرفوك مو الشعب العراقي شعب العراقي يعرفكم وعايش وياكم ويعرف كل التفاصيل يعني مو هو مو مخدر شعب العراقي مو غايب عن الوعي واسق من النوم من الغيبوبة هذه ودد كله لهذا الكلام وربما هو ما شايفه بالشارع ما هو هو بالشارع وعايش ويطلع به فبالتالي هذا الكلام معيب جدا هذا يدلل على عنق الهوة التي وقع فيها العراق جراء هذه السلطة التي حكمته من عام 2003 لحد الآن مع الأسف الشديد أعزائي المشاهدين حلقة هذا اليوم انتهت أترككم بخير وأترككم في حلقتنا أخرى إلى ذلك الحين استوجعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة